نشرة الأخبار من قناة الغد في القاهرة أهلا بكم أفاد مراسل الغد باستمرار الاشتباكات بين القوات التابعة لحكومة عبد الحميد دبيبة وأخرى موالية لبشاغا في مناطق عدة من العاصمة الليبية طرابلس ما أصفر عن سقوط قتلى وعدد من الإصابات جاء ذلك في وقت وصلت تعزيزات تابعة لحكومة دبيبة إلى مناطق الاشتباكات في طرابلس بينما دخلت قوات موالية لبشاغا إلى مدينة زليسن وما زالت تتقدم للتمركز شرق العاصمة طرابلس بهدف تقديم الدعم للوحدات التابعة لها هناك يأتي ذلك فيما يستمر إطلاق قذائف الهاون على المناطق السكنية في طرابلس بينما ينشد السكان المدنيين بوقف الاشتباكات لتأمينهم وإخراجهم إلى مناطق أكثر أمنا هذا وأنفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبي المكلف فتح بشاغا ما جاء في بيان حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة دبيبة بخصوص رفض حكومته أي مفاوضات مع دبيبة والذي اتهمه بالتشبث بالسلطة كان بيان لحكومة دبيبة قد أدان الاشتباكات المسلح التي شهدت أحياء السكنية بوسط العاصمة طرابلس والتي قالت عنها إنها تعيد للأذهان الحروب السابقة ومآسيها مضيفا أن هذه الاشتباكات نجمت عن تعرض مجموعة عسكرية بالرمي العشوائي على رطل مار بمنطقة شارع الزاوية واتهمت الحكومة في بيانها بشاغا بالتهرب من الجلسة الثالثة من المفاوضات بين الطرفين أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة بما في ذلك القصف العشوائي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الأحياء المهولة بالسكان المدنيين في طرابلس ودعت البعثة في تغريدة لها إلى وقف الأعمال العدائية مذكرة جميع الأطراف بالتزامهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية وضرورة امتناع كل الأطراف عن استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف على حد تعبيرها من بنغازي ينضم إلينا مراسل الغد عبد العزيز الفاخري عبد العزيز تطورات المشهد لديك حتى هذه الأثناء ما زالت الاشتباكات مستمرة في عدد من أحياء العاصمة طرابلس وربما اتساع رقعة هذه الاشتباكات وكذلك مسرح العمليات قبل لحظات فقط قوات تابعة لحكومة فتح بشغة سيطرت على طريق غرب العاصمة طرابلس ما يعرف بكوبري السبعة عشر هذه القوات تمركزت هناك ما يفصلها عن غرب العاصمة طرابلس سبعة عشر كيلو متر فقط أيضا إلى شرق العاصمة طرابلس وغرب مدينة مصرات تم إقفال الطريق الساحلي وكذلك وصول قوات تابعة لفتح بشغة بإمرة اللواء سالم جحى إلى مدينة أزليت وكما علمنا فقط قبل لحظات هناك ربما فرصة آخيرة تمنح من قوات فتح بشغة لقوات عبد الحميدة بيبة المتمركزة في منطقة وادك عام بمدينة الخمس حتى الانسحاب ربما ساعتين هي المهلة الممنوحة قبل اجتياح المنطقة وتقدم نحو العاصمة طرابلس بتزاون مع هذه التحركات شرق وغرب العاصمة طرابلس جنوبا إلى مناطق باطن الجبل تحركت قوات تابعة للواء أسامة الجويلي وتمركزت على طول جنوب العاصمة طرابلس مئات الأليات المسلحة هي في انتظار التعليمات والأوامر لاقتحام العاصمة طرابلس في حين بأن قوات عبد الحميد ادبيبة تحركت من عدد من الثكنات قبل نصف الساعة الآن وعادت تمركزها ونشر لها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مناطق شرق غرب وجنوب العاصمة طرابلس وذلك لمجابة القوات التي تستعد الآن لاقتحام مدينة طرابلس ذلك على مستوى الضواحي وطوق العاصمة طرابلس أما في الأحياء الداخلية بالمدينة ما زالت الاشتباكات مستمرة في منطقة شارع الجمهورية شارع الزاوية وكذلك منطقة باب بنغشير وكذلك أصوات الاشتباكات بدأت تسمع منذ حوالي ساعة من الآن في منطقة الهضبة وتجورة اشتباكات متقطعة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة أيضا نذكر بأن وزير الدفاع ورئيس الحكومة منطقة الولاي عبد الحميد دبيبة كان له اجتماع اليوم مع رئيس الأركان الفريق محمد الحداد وكذلك وزير الداخلية المكلف وعطيت الأوامر حتى يتم فض هذه الاشتباكات بتكليف إحدى القوات التابعة للحكومة ولرئاسة الأركان كذلك للتفاوض مع المجموعات المتقاتلة الآن يقضي هذا الأمر بانسحاب القوات التابعة لحكومة فتح بشاغة المتواجدة داخل المدينة من مقراتها والخروج خارج العاصمة طرابلس لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد استجابة من قبل قوات حكومة فتح بشاغة المتواجدة داخل المدينة على أي حال من خلال التواصل مع عدة مصادر داخل العاصمة طرابلس ومنها حتى جهات رسمية ومسؤولة هم يتحدثون على أن مسألة اقتحام العاصمة طرابلس وكذلك بقاتك القوات الدائمة لحكومة عبد الحميد دبيبة كل هذا الأمر هو يزعزع من الأمن والاستقرار داخل المدينة وكذلك مصادر داخل العاصمة طرابلس هي تؤكد على أن الاستعدادات من حكومة عبد الحميد دبيبة أن نتحدث عن التشكيلات المسلحة وحتى بعض القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والتابعة حتى لرئاسة الأكان بإمرة الفريق محمد الحداد هي تحاول التفاوض مع القوات التابعة لحكومة فتح بشاغة وبالتالي تجنيب المدينة الحرب والاقتتال والدمار هذا الأمر الذي ربما استمر الآن لعدة ساعات بداية من ساعة متأخرة من ليلة البارحات توقفت الاشتباكات ربما لساعتين وعادت تستمر مرة أخرى ومازالت حتى هذه الاثناء الاشتباكات تسمع في مناطق متفرقة بالمدينة إذن الاشتباكات مازالت مستمرة والتعزيزات للجانبين أيضا مستمرة هل هناك حصر أو إحصائية لعدد المصابين أو القتلى يعني حتى الآن ما أعلن عنه مركز الطوارد تابع لمركز طرابلس الطبي هي الحصيلة المؤكدة قتلين حتى هذه اللحظة وغيرتفاع كذلك عدد الإصابات إلى ست إصابات منهم خمسة في حالة خطرة هذا العدد هو مرشح للإزدياد نظرا لإستمرار الاشتباكات بل وارتفاع حدة هذه الاشتباكات كذلك في حين تتجهز العاصمة طرابلس ربما لمواجهة مسلحة قد تطول خاصة مع إصرار القوات تابعة لحكومة فتح بشاغة لإقتحام مدينة طرابلس وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها من داخل المدينة أيضا نذكر أن على المستوى الإنساني هناك العديد من المنشدات من الأهالي والأسر العالقين الآن في مناطق الاشتباكات وهم يطالبون كل من الجهات المسؤولة وكذلك المتقاتلين بالمدينة بإعطاء ربما فصحة من الوقت يتحدثون عن ساعة واحدة فقط حتى يمكن إخراج النساء والأطفال والشيوخ وكبار السن من مناطق الاشتباكات ما أعلن عنه الهلال الأحمر هي أرقام خاصة للتواصل عبر الواتس أب لكل الأهالي العالقين الآن في مناطق الاشتباكات وكذلك هم يؤكدون على ضرورة عدم الخروج ومغادرة المنازل والبقاء بداخلها وكذلك تجنب البقاء بالقرب من النوافذ حتى هذه الأثناء الوضع على المستوى الإنساني هو الصعب في مدينة طرابلس وذلك نظرا لإقفال عديد من الشوارع بالإضافة كذلك للعديد من المحال التجارية داخل المدينة الحركة الشبه مقيدة أو متوقفة داخل أحياء العاصمة طرابلس كذلك تم الإعلان عن إقفال كل المصالح الحكومية بالإضافة كذلك للمؤسسات التعليمية فقط هي المؤسسات الصحية من تعمل داخل العاصمة في هذه الأثناء عبد العزيز الفاخري مراسل الغد من بنغازي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر